مدير فني ينقذ المصري في التوقيت الحالي. لأ في كتير. لأ حدد لي. لأ فيه الكابتن مختار مختار. فيه الكابتن شاو غريب. فيه الكابتن ربيع ياسين. يعني فيه لعيبة. انا مش عاوز اقول ما ينفعش ان انا اقول يكون مدرم. قلت كل الاسماء الا الاسم اللي عاوزات جماهير. اللي هو? حسام حسن. يا ريت. طبعا حسام حسن الفترة دي. ولا عشان حسام لو جيه ايه بقى ابراهيم حسن. لأ انت لازم تنسى كل المشاكل. لو لو مصلحة الناد المصري في بقائهم واقعادهم في الدورة. وان يتحل مشكلة. لأ ده نجيبه. ولازم ايه دي. انت شايف مين الافضل? حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي حسام حسن وابراهيم حسن يمسكوا. في الفترة دي. ايه اللي بيخلي حسام ابراهيم يعني ما بيتمش او مجلس الادارة مش عايز يتقاوض. شخصيتهم قوية. شخصيتهم قوية. اه وبيعملوا اللي هم عايزين. يعني مجلس الادارة يبحث عن مدير فني. على بكرة. شخصيته ضعيفة. لأ هم كانوا مريحهم على فكرة. وحسام حسن كان مريحهم جدا اوه وكابتن ابراهيم. كان قافل على الفرقة. وبيعرف يتجيب لعيبة وبيعرف يتعال. ما بيخليش مجلس الادارة يتدخل. وما بيتدخلش في اي حاجة من بعيد. وهم في امانة مجلس الادارة كان موفر له كل حاجة. موفر له كل شيء. طب ايه اللي يخليهم يعني ما يعني هل الشخصية القوية دي ايه مشكلة? مش مشكلة بالنسبة لهم. دعني انت النهاردة مطلب. على فكرة ده مطلب جماهيري ببرسعيد. ان انت حسام حسن يمسك الفرقة ويرجع تاني. ده مطلب جماهيري. بس ما تعرفش في ايه. النهاردة انت في مشكلة. وعندك ازمة. وعندك الفرقة بتنزل. وعندك اللاعبة بتتمرد. هل تفتكر ان المصري هيكرر نفس مشكلة الاتحاد سكندري فترة من الفترات لما استغنى عن حسام حسن. وبالتالي المصري هيستغنى او معين الشعباني مش عايز يقعد. فبالتالي هتكون ازمة هتواجه المصري خلال فترة اللي جاية. بس. هي هو خلي بالك برضو اسلام عشان نبقى منصفين. مش كل الجماهير متفقة على حسام حسن. يعني في بعض الجماهير متفقة وفي بعض الجماهير مش عايز. بس في ناية عسام حسن. تمام. لكن مش كل برضو الجماهير. بقى امانة ربنا. عشان بس نقول اللي لنا ولا علينا. لكن خلينا اقول لك انت قلت حاجة كويسة معين الشعباني حان انت النار ده كلهم بتقعد ومجلس وتقعد وتفتح صفحة جديدة وتحصل مشاكل وبعدين نفس هي هي. فانت النار ده معيني الشعباني مش مركز مع الفريق. اصبح حاليا مش مركز مع الفرقة. ايوما هو انت اللي زهقتها. من اللي زهقته? لا ما زهوش. مجلس ده رحط له فلوس. يعني واحد من افضل مدربين في افريقيا. هو مدرب كويس لا هو مدرب كويس قوي. يعني ده طرح فترة من الفترات ان يكون موجود في احد الديت الطم في الزمالك وتحديدا في الزمالك. اه طرح اسمه. اه ما كانش فيه مفاوضات رسمية. لكن اه بكلمك ان برضو كان في تقبل من جماهي النات زمالك قبل تولي فريرة لترشيح معيني الشعباني. لا انت بصار في النظر معيني الشعباني مديرك فني كويس جدا مدرب محترم جدا لكن عمل مشكلة كبيرة برضو قاعد في البيت لما ما خدش مرتابه. طبيعي. لا ازاي ده جاي يشتغل ببلاش. طيب انت لما مدير فني. هو ماله. يا حبيب. هو الراجل انت حولت له يا كابتن محمود. حولوله بالمصري. المرتب بتاعه المصري. هو في عقده بالدولار. طيب يا. طيب هو الراجل حقه. طيب راجل محترف. طيب راجبعوله. عملوله برضو ليرديه. لاني قالك فيه قانون بتعريبا امطلع ان انت بيتاخد فلوسك بالمصري. بما يعادل الدولار. لا مفيش قانون بس. لا ما عارفش هو انا اسمه. هو ما كانوش يعني كان فيه توقيت ما ما كانش متوفر بالدولار. اخلي بالك انا مرتابي برضو كمدير الفن ما ينفعش ان انا اعود هون بشي محمود. مين? فيه? والله العزم ما عاوز مقابل. والله ما عاوز مقابل. اه? عارف ليه? عارف ليه اسلام. برسعيد دي انا بروحها من سنة اربعة وتمانين. انا كنت بشوف اه نجوم كبيرة جدا بتتمرها. طبعا كابتن جمال جودة. ده انا كنت بشوت على الكابتن عادل عدنية. اه والكابتن معان. طبعا. كنت ببقى مبسوط وانا بتفرج على الله يرحمه على مسعب نور على الكابتن جمال جودة. الله يرحمه الكابتن اينو. كنت بتفرج على العيب اكبار. طبعا. وكان بيكسر الدنيا. ومصطفى وسيد عيد ومش عاوز اناس حد لأ كان جيل فعلا كبير. كان بيمسكه من بوشكش. على فكرة. وكابتن الجاهر نفسه الله يرحمه راح برسعيد. يعني انا مش عاوز اناس كابتن ابرجيلا كابتن فاروق جعفر الكابتن محمد صلاح. لأ جماهير برسعيد بتحب الاسامي. بتحب النجوم يمسكه فرقة. وبتعمل بتعمل شغل كويس يا سلام. لكن انا انا دايما كنت بقول الفرقة الوحيدة او الفرقة اللي ممكن تاخد بطولة بعد الاهل والزمالك ده هو النادر مصري. لكن انت النهاردة معلش ايما خلينا برضو خلينا نبقى منصفين. النادر مصري في شرع مين يقعد اتناشر سنة يلعب برا. يتلعب في اسكندرية لايه? الجماهير متبهديلها راحة جاية. عشان بس محدش يتكلم. اقول لك يا حمود ابو الدابي الجماهير الجماهير هي اللي بتروح وتسافر. هي بيتنفسه هو. بيفرحه ان فرقتهم بتكسب. النهاردة ايه في شرع مين? والمصلحة مين? ان النادر مصري يلعب في برج العرب اتناشر سنة اسلام. ايه يعني مش هيدي المشكلة. لا مشكلة كبيرة طبعا. ما كان مع حسام حسن الفرقة بتلعب وبتكسب في برج العرب. يا اسلام في برسعيد عشان تخش النادر المصري. مش كانوا معه مش حسام حسن ده مدرب ولا كان معه عصايا سحرية. يا حبيبهم حسام حسن. كانوا بيكسابوا بيه وماشين كويس. مع مع حسام حسن. وكانوا بيلعب برج العرب. حسام حسن ده شئ لوحده. حسام حسن اللي كان عايزه بيعمله. انا بقول لك بأمانة. حسام حسن اللي كان ما هو ابراهيم حسن مسؤولين على التحاقد مع اللعيبة.